السوري يلبس في حيطة انا من هنا بقول للشعب السوري الحر اقف بكل قوة خلف بشار الاسد القضية ليست بشار انما القضية هي تقسيم سوريا وتدمير سوريا وتحولها الى ثلاث دول وامتلاكها وامتلاك الاخوان المسلمين في سوريا لها وتدمير واحتلالها من الاخوان وهناك صفقة بين اسرائيل وبين تركيا وبين امريكا وبين الدول الاتحاد الاوروبي من اجل تحويل سوريا الى ثلاث دول لتنتهي قضية الجولان وتنتهي قضية سوريا ويصبح عدم ويكون هناك عدم وجود لاي دولة لها قوات مصلحة قادرة على مواجهة اسرائيل القضية تدمير الجيش السوري وتدمير القيادة السورية وتدمير القوات المصلحة السورية يا كذبين يلي عمالين تقوله للشعب المصري كلام كذب في كذب وتقولوله بشار بيتبح الناس بشار حربه مع تنظيم القاعدة والاخوان والناس اللي باعتهم لهم تركيا وامريكا واسرائيل احنا ايه؟ مش عايز نقول الحقيقة؟ ترجمة نانسي قنقر